حكيتلي على مرتضى الفتيتي مرتضى بشيطلى على كارتاج مهدي العايش يشبيه بطاب شيطلى على ركح مهرجين كارتاج وحده ولا يشارك مع فنان آخرك اهو كل واحد عنده البختيب خليلي ننتج الساعة بعد نحكيه على كارتاج يعني ترا روحك انت ماكش حاجة بطبيعة بطبيعة الانتاج راهو مش طلع تغني بتعغيرك انت بش تغني يعني اغنيت من عشان عبدوهيب خيم عبدوهيب مش غني اغنيت اسماعيل الحطاب خيم اسماعيل الحطاب دونك من حبش نكون كوبي وإلا دون توجيه وقته كارتاج من نجمش نحكيته على كارتاج مافهمش انتاج كبير صحيح بديت نعمل في بعض الاغاني وبعض المحاولات وبعض التجارب كيما تجابت مثلا الطريق مع رياض البدوي اللي هي في سونوريتي اخرى في جوه صوفي تجربة متاع الزيارة مع سامي اللجمي قاعد نخوض في تجارب ولكن واحدك مازال بكري اي عرض العرض هو اللي يقترح مش المسرح هو اللي يقترح دونك كارتاج مازال عليه بكري خطر البروبوزيشون أرتيستيك مازالك ما هيش كاملة وكاملة المعالم النية موجودة الهدف انك توصل كارتاج موجود عندك مهدف اكيد مش كارتاج هو غير كارتاج يعني كارتاج هو رقح عريق وتاريخ واسم كبير وفنانين قبق مية عانه برشا مسارح كبيرة زادها في تونس عانية لا تقل اهمية على كارتاج اما ديما الفنانين يتعركوا على كارتاج ديما يحبوا يتلع على كارتاج عليش خطر الاعلام عينوا على كارتاج تحب ولا تكره انتي تحب تمركي كارييرك في حاجة معينة ولكن لازم تتعدى بكارتاج انا الرا غير دارك انك تعمل بروجيت مزيان ينجم يعمل تورنيا في تونس وغير تونس والبرة من تونس تكون فيه هوية تونسية وصنوريتي جديدة وبروبوسيسيون جديدة وكلام جديد وصورة جديدة وعليش ليه؟ وبرشا خدمة برشا خدمة برشا خدمة بطبيعة روالفن مواش سير بانسر